أنا أعتقد أن المسؤوليات تأخذ من الشخص ولا تعطيه من كانت عنده يعني نقص هو الذي يبحث عن مثل هذه المناصب أيا كانت سواء كان منصب سياسي أو منصب إداري أيا كان طبيعة المنصب أنا أنظر إليها باعتبارها مسؤولية وأمانة ويفترض من ألقيت عليه هذه الأمانة أن يشعر بثقة لها ومرارتها ويستعين برب العالمين على القيام بها وحسن تحملها وحسن أداها الوزارة بالنسبة لي كانت تجربة ثرية وإن كانت مدتها قصيرة جدا تقريبا أربعة أشهر لكن كشفت لي المشهد كاملا كاملا المشهد السياسي والمشهد القوى السياسية عرفت قواعد اللعبة وقواعد اللعبة والموازين الموجودة فصار عند أي حدث يحدث وواقع تقع بفضل الله استشرف المستقبل يعني المآلات أراها أمامي ماثلة ولذلك أحيانا في وقت الحدث أحرص أن يكون لرأي معلم وأعلم أنه ربما يخالف توجه السواد الأعظم من الناس وتحمل تبعاته لكن أنا أعرف مآلاته وأعرف أن الجميع بفضل الله سيرجعون إلى نفس الرأي وينتهون إلى نفس النتيجة كل هذا اكتشفته في أربع شهور بفضل الله لأن السلوك البشري واحد أنت إذا جيت في وسط وتعرفت على طبيعة العمل فيه المنهج السائد الآلية الطريقة أعتقد أنه ما تحتاج إلى إعمال فكر كثير في التحليل الوصول إلى النتائج والتوقعات ترجمة نانسي قنقر